السلام عليكم أعطيكم العافي الشباب كل عامة بخير بداية الفصل الجديد إن شاء الله سنكون مع بعضنا في مساق مشروع تصميم منشآت خرسانية هذا المشروع إن شاء الله هو عبارة عن الجزء العملي لمساق تصميم منشآت خرسانية واحد اللي بتدرسوه مع الدكتور مصطفى إن شاء الله في خلال هذا المشروع زي ما أنتم عارفين هو المادة اسمه مشروع تصميم منشآت خرسانية يعني هنقوم مع بعضنا إن شاء الله بعمل مشروع كامل هذا المشروع عبارة عن مبنى سكني هذا المبنى السكني مكون من خمس طوابق لما نقول خمس طوابق يعني إحنا دائما نحسب الأرضي نقول عنه سفر في المدنية نقول سفر واحد اتنين ثلاثة أربعة سواء قلت أربعة أو خمسة ألمو أنك تعدي سفر واحد اتنين ثلاثة أربعة يعني أكنه بقول عندي خمس خمسة أسقف خمس أسقف فإن شاء الله خلال الفصل من هلأ نهاية الفصل يعني حشرح بالتفصيل إن شاء الله كيفية تصميم مبنى سكني مكون من خمس طوابق تمام؟ هذا المبنى السكني يا شباب مش حن مش حنعمل مساحة كبيرة مثلا ألف متر لا في حلود المعقول نحن نقول مبنى سكن يعني حد علاجات بدي يبني بيت أو شقة تمام؟ صغيرة يعني مثلا دايما أغلب الشقة اللي بتنبني هيك لأحدة تكون من مئة متر لمئتين متر في منطقة يعني تكون منطقة معينة في قضعة أرض من مئة متر لمئتين متر نحكيش عن شقة أبراج وأنا بنحكي عن مبنى مستقل تمام؟ مبنى إيش؟ مستقل تمام؟ وهذا شباب المبنى حكون عنا متكرر يعني إيش متكرر؟ يعني الأدوار كلها زي بعضها الأدوار كلها إيش مالها؟ زي بعضها أنا بناش لسه نخوض في الموضيع الصعبة خلينا نبدأ إحنا لأن في بداية موضيع التصميم بناش نصعب على حالنا نبدأ خطوة خطوة بسهولة بسرجان من جميع الطلاب يتابع المحاضرات بدقة وأول بأول تمام؟ محاضرات بدقة وأول بأول لأني أنا هان حقوم بالشرح تمام؟ وحديك مخطط تاني حتشتغل عليه نفس الشغل اللي بشتغله أنا إيش؟ في المحاضرات تمام؟ يعني إحنا هنبدأ هنا نشتغل في مخطط تمام؟ بالتفصيل قدامكو هين وتروع على البيت أنت تعيد نفس الشغل على مخطط تاني اللي أنا هديك إياه وفي الآخر هتسلمه إلي كمشروع تمام؟ وحنتكلم عن كيفية تسليم المشروع بعد ما نأخذ كم محاضرة عشان نبدأ نشتغل واحدة واحدة ما بدنا شي واحد إيش يضيع الوقت ما يشتغلش يجي في آخر يوم أو يومين مش حيال حق يشتغل رجاء من جميع أنه يقسموا بعضهم لجروبات كيف جروبات؟ يعني كل اتنين في مشروع كل اتنين في مشروع ما بديش أكتر من اتنين ولا أقل من اتنين ما بديش حد واحد يعمل لحاله لأنه مش حقيقي لحق يشتغل ما بديش أكتر من اتنين يعمل في مشروع لأنه بصير إيش الزيادة العدد وبصير الشغل إيش مال وممل تمام؟ رجاء كل اتنين مع بعضهم يعني من اليوم كل اتنين يبعتوا لي على الواطس إنه إحنا هدي مجموعة مع بعضنا عشان أنا أشوف مين مع بعضهم في نهاية الفصل لازم ألاقي كل اتنين قدتون يعمل في أول الفصل هما نفس من اتنين إيش في نهاية الفصل ما حادي ينقل من مجموعة لمجموعة طيب بالنسبة للموضوع العلامات المادة هذه الشباب في الأخر بنرسودها من مية تمام؟ أنا برسودها في نهاية الفصل من مية تمام؟ يعني أنا مجموعة العلامات في نهاية الفصل برسودة إيش في المية بس بدنا يقولكم ونكون شغلة معينة المشروع ستكون علي 40 درجة 40% و60% على امتحان النهائي عندنا امتحان نهائي سنعمل وجاهي إن شاء الله في الجامعة في الأغلب إذا كانت الظروف سامحة تمام؟ ستكون علينا 40% على المشروع تمام؟ و60% على إيش؟ على امتحان الوجاه طيب لو بدنا نبدأ في المشروع تمام؟ هذا المشروع الشيء زي ما حكينا إنه عبارة عن مبنى سكني مكون من خمس طوابق تمام؟ أنا بدي أقوم بتصميم طيب أنا كمهندس مدني إيش دوري في موضوع هذا التصميم؟ يعني أنا مثلا كمهندس مدني إيش دوري في هذا الموضوع؟ دائما صاحب البيت يا شباب يبي ييجي إليك كمهندس تمام؟ على المكتب الهندسي وبقول أنا بدي أعمل مخطط للبيت عشان بدي أقابني الأصل يا شباب هنا المهندس المعماري اللي هو يبدأ إيش؟ يشتغل مع مين؟ مع صاحب البيت المهندس مين؟ المعماري طيب في بعض الأحيانة شباب المهندس المعماري تمام؟ ممكن يشتغل بالتوازي مع المهندس المدني في بعض الشغلات يعني ممكن المهندس المعماري المهندس المعماري يأخذ صاحب البيت يقول له أنا بدي شوف قدعة الأرض لأنه مرات يا شباب قدعة الأرض بتكونش صاحب البيت بتكونش عارف إيش أبعادها بالضبط مثلا هل فيها أضلعها قائمة 100% ولا فيها ميلان شكل قدعة الأرض مربع مستطيل مثلث هاي الكلام يا شباب كله إلو دور في موضوع التصميم فلازم يا شباب نعمل شغلة اسمها الموقع الخاص يعني دايما قبل مبدأ في موضوع التصميم أو قبل المهندس المعماري ما يبدأ يعمل في الكروكي لهذا ما نسمي يا شباب هاي المسقط الأفغ هذا المسقط الأفغي يا شباب ناتج على الكروكي الكروكي هو تقريبا إشي شبيه به بس بيصير عليه شوية تعديلات بعدها تمام يعني هو مخطط نفسه بيصير عليه شوية تعديلات شوية شوية لما نصل لإيش لهاي المسقط إيش الأفغي تاع البيت دايما شباب بيوت ما حرش عنه مستغرب يعني البيوت دايما تكون من مثلا غرف نوم حمامات مطابخ صلعون ضيافة صالة معيشة غرفة إنه موزعات تمام والدرج هاي البيوت بشكل عام إذا فيه بلكونات فيه شغلات تانية تكون إيش زيادة على إيش هذه البيوت طيب فبقوم المهندس المعماري ممكن مهندس المعماري يروح يعمل الموقع الخاص أو المهندس المدني أو مساحي إذا كان في المكتب مساحي يعني واحد من هذول التلاتة سوى مدني أو معماري أو المساح وروح على قطعة الأرض تمام مثلا نفرض أنه فينا قطعة الأرض بالطريقة هاي مثلا تمام كويس وبدو يعمل لها رفع تخذتوا في المساحة رفع المساحة كيف رفع المساحة بقيس الأضلع كلها تمام بقيس الأضلع بتاعات القطعة الأرض تمام الطريقة هاي بقيس الأربع أضلع بالكاركر أو بأي جهاز تاني وبقيس الوطر أو قطر هنا بقيس قطر عشان يارف يرسمها عشان يارف يرسمها بايش بيبدأ كيف بدو يرسم بيرسم هاي الضلع الأول ها طوله بحط طوله تمام كما هو برسم الضلع التاني كيف برسمه بجيب من هان دائرة بعمل نص قطرها تمام كويس وهاي الضلع من هان بجيب الضلع ها نص قطره بصير حدد من نقطة هات فبيمدها بعد ذلك دائرة من هنا ودائرة من هنا بيمد مين لتنين هذل شابا خدتوه في مين فالرافع المساحي انه يرسم موقع الخاص بعد ما يرسم الموقع الخاص بدايتLo فبدا يتحدثいて في مين فاكل موقع الخاص شابا مثلا فيه شارع هانا بيجيب وبقول هنا شارع عرض مثلا خمسة متر زيل مثلا هذا هنا هذا هو هاي الموقع الخاص تعتدار هذا تمام كويس هذا الأطول الضلع تمام كويس هاي شارع مثلا عرض خمسة متر هذا هنا الاصل حط هنا اطوال اضلاع الارض مش حضطهم كويس احذفينهم شغلة كويس هذا عشان امربع هذا الارض في شيء مشاكل سهل رسمها كويس الاطوال هنا الشارع كويس وهنا بحط رقم القطع ورقم القسيمة هاي القسيمة السبعة على ايه اسمها تمام هذي شباب القسيمة رقم القطع ورقم القسيم بيخذهم من حاجة اسم الموقع العام يعني انت كمكتب برضو بيرسمك شغلة اسم هاند قبل هاند شباب بتلاقيه هاند وجيد في المخططة المعمرية بتلاقي اول لوحة اسمها الموقع العام هذي الموقع العام يا شباب بروح صاحب البيت بيجيها من البلدية بيدفع عليها مبلغ بعرفش حسب البلدية في بلديات متفع ومية شكل في بلديات متين شكل حسب ايش البلدية قانون لكل منطقة تمام حاجة اسمها ايش الموقع العام هذي الموقع العام انت بتاخده تاخد منه ارقام القسام و ارقام القطع عشان تحط عليه على الموقع الخاص تمام اه الموقع اللي عم يكون عبارة عن ورقة يا شباب اه بحدد فيه بعدوها للمالك و بيكتب قطعة الاسم الموقع باسمه تمام باسم المالك او اسم الارض المطوبة على اسمه اذا كانش منقوله من واحد لواحد او اذا كان منقوله عن طريق البيع والشرع بيجيبوا العقود بيثبت انهم الكيتو تمام و بيحطوه بيقولوا هاي موقع القطعة بيهشروها ليه تمام طريقة معينة تهشير زي ما في الاتوكاد تمام بيقول هاي القطعة تاعته اللي هي سبعة ليه بيكتب اسمه على المخطط بيكون مكتوب فوق جنبه مكتوب الرقم القطعة ورقم القسيمة تمام و بيكون حطين مسطح مسطح المنطقة اللي جنبه تمام يعني مش هو هي الحالة بيكون ايش هان ايش جنبه او من من مباني بيكون حطين ايش او من اسماء قطعة تانية واسماء اه قسائم تانية لاراضي تانية بيكون محطوه ايش جنب ومكان هذي القطعة ومكان هذي القسيمة تمام اه كمان ايش فيه شغلة بيستفيدنا من الموقع العائم انو هاي بيقولوا لها في الموقع العام بيقولوا انت مثلا ساكن في وسط البلد تمام هاذي المنطقة بيجوز لك الارتداد فيها مثلا متر بس منها ترتد اه اقل من متر اه اقل من متر بيصير مخالة في هناك ايشienen مناطق يقول لك ممكن تبنيه على السفر تمام في مناطق يقول لك لا لازي ترتدע عن الشارع معه مثلا ثلاثة متر تمام مخلا في اغلب المشاريع الجيدة اظهارتداء عن الشارع ثلاثة متر والجران من مترين اي مخالفة تدفع ايش اي مخالف يعني ترتد اقل من مترين او اقل من ثلاثة عن الشارع بيعملك ايش مخالفة في البلدية تستطيع فلوس عليها ممكن في بعض الاحيان تصل لمش لا مرحلة الهد انهز لك ايش بنياته فيهش في المناطق هاي. أنا مناطق ممنوعة تبني فيها كارتدادات بين الجران. تمام? طيب. فأنت بتعمل هالارتداد. فباطل الحيانة الشباب بصير توافق بين الجران بس في المناطق اللي فيها البناء عشوائي يعني تمام. ايه بالدوق اللي شبادي فيها على التنظيم. اما المناطق اغلب المناطق اللي جدا لصارت البلاديات. اغلب بلادات الغازية صارت الدوق على التنظيم. موضوع الارتدادات مترين عن الجران وثلاثة متر ايش عن الشارف فبنعمل ايش الموقع الخاص من في زي ما حكينا بطلع المهندس بيجيز اطوال الاضلاء تاعة الارض تمام و بيرسم القطعة و بيبدأ يشتغل في ايش في الكروكي اللي حكينا عنه تمام طيب اه مهمة المهندس المعمار يا شباب بعد كده انه يقعد مع الصاحب البيت و يقول له ايش اللي انت طالبه تمام يعني ايش المطلوب كم مساحة اللي دار بلاك تبنيها كم عرض غرف النوم كمساحة المطبخ بدكية كبيرة ولا صغيرة نظام المطبخ مفتوح ولا مسكر غرف النوم كبيرة ولا صغيرة الدرج بدكية بطريقة طولية ولا طريقة مربعة البسطات تحت الدرجة كبيرة ومصغيرة عدد الدرجات ارتفاع الارتفاع الاعمدة هل بدك انت تكون مثلا عندك الدور الارض يكون مضلة الدور الارض يكون مثلا مخازن وهكذا يا شباب هذي كل التفاصيل بخذ المهندس المعماري بيقول مع صاحب البيت مرة ومرتين وثلاثة قد تصل لعشر مرات عبل ما يتفق هوية على الكروكي المطلوب تمام اللي هي ايش التكسيمات تاعت البيت تمام ويبدأ بعد كده المهندس المعماري الاصل الاصل يا شباب المهندس المعماري يقوم بتوزيع الاعمدة على المخطط يعني المهندس اذا شايفين كيف هنا الاعمدة موزعة هذا توزيع يا شباب يعني عشان مصمموا جهاز هذا الاصل المهندس المعماري يبدأ يوزع الاعمدة على المخطط تمام يبدأ يوزع ايش الاعمدة على المخطط في الاغلب يشوف في الاغلب المهندسين المعماريين بيعمل هؤلاء المخطط وبيرمون للمهندس المدني يعني بقول لك خلالة هاي المخطط جاهز الدور الارضي والدور الاول والدور المتكرر. لماذا نقول دور الارضي ودور الاول والدور المتكرر؟ لان في بعض الاحيان الدور الارضي بيختلف عن الدور الاول. كيف ان الدور الارضي بيختلف عن الدور الاول? زي ما حكيت قبل شوية. ممكن يكون الدور الارضي حواصل. لي مخازن. تمام? الدور الاول يكون مثلا شقة سكنية واحدة. تمام? يتلاقي الدور الثاني صار شقتين سكنيات. في بعض الاحيان الناس بيكسم الشقة لشقتين. تمام? في ناس بيقول لك لا. ممكن يكون فيه لا شقة سكنية ولا بدي الدور الاول مخازن الدور الثاني بدي اعملوا ايش مثلا مكاتب تمام اجر مكاتب تمام اعمل تأجير مش عمل تأجير شقة انا ما اعمل تأجير مكاتب محاملة مكاتب مهندسين تمام في ايش تأجيرات ممكن واحد يقول لك لا انا بدعملوا معرض تمام مكاتب يقول لك دعموا مول تمام فهذا الشباب اي بعض الاحيان بتمر عليك شغلات زي هيكة تمام انك تشوف في بعض الاحيان المخططات بتكون ايش مختلفة وهاني شباب تبدأ موضوع عملية توزيع الاعمل ده بيبدأ ايش في الصعوبة يعني مثلا بعض الاحيان اجتنا بعض المنازل كان لانا بدروم اعم بعض البدروم فيه مخازن بعض المخازن فيه اه 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 اللي هي شقة سكنية تمام واحدة تمام بعد شقة سكنية واحدة طلب انا طلب مننا ان نكسم الشقة لا ايش لشقتين وهانا شباب بدأت موضوع توزيع الاعمل طيب كمان شغل يا شباب اه عشان هو المهارس المعماري بيصرح في الشغل مرات تمام ممكن يعمل شغلات حلوة بس تلاقي انك لما تيجي تحط الاعمل تشتغلها هتجع ايش في المشاكل ايش ليش شباب تقع في المشاكل لان مرات مثلا باجي تحت بحط العمون في مكان ماهنة تمام تحت بكون صح فيش مشكلة جاية في حيط لقيه فوق طلع مثلا في نصف الغرفة وطلع في نصف البلكونة وهاري شباب تتحل فيها كمهندس ايش? معماري ومهندس مدني يعني بنفعش مهندس المدني يعني ما بيقدرش يحل الموضوع بتلاقيه بيرجع للمهندس المعماري يغير على شوية تفاصيل في المخططات المعمارية عشان يقدر عشان يقدر يوازع الاعمدة بطريقة صحية. الصح يا شباب انه بعد ان المهندس المعماري ما يبقى بشغل يعني بينفعاره المهندس المعماري ده بشهل وخلاص كله. الا اذا المهندس المدني يقول له ابدا شتغل. يعني شوف المهندس المعماري بخلص كروكي. تمام؟ باديه المهندس المدني ومهندس المدني بشيك على موضوع الأعمدة بيقولوا تمام موضوع الأعمدة بيبدأ المهندس المعمرية يشتغل. ما بالفعل يا اللي يشتغل يعيدوا شكل. لان شباب لو موضوع الأعمدة ما زبط مع المهندس المدني في التوزية إذا عدل المهندس المعمرية حيعدد على كل المخطاطات. إيش تتق avo كل المخططات يا أنه. لأن المخططات المعمرية تتكون من أكثر من مخطط واحد. جما حكنا الموقع العام ما بيجيوه الصاحب البتن البلدية هذا الموقع الخاص مخطط المساحات هاي هم 13 ايش 13 واحدة هاي الموقع الخاص الموقع العام بيكون موجود مطبوعه جاهز تمام موقع الخاص هاي المخطط المساحات مخطط المساحات شايف هذا بلزم للنقابة يعني بيجي تجي هنا بيقول مساحة الدور الارض لانه على كل متر مثلا مرابع بياخده اثنين دولار تمام ترخيص اه اللي هو تصديق النقابة مثلا مش عارق بيش هو السعر مساحة الدور الارض هي 140.73 مساحة الدور الاول 145.03 ليش زادت انو انا كنا شايف صار عنا زيادة بلكونة زيادة ايش بلكونة تمام مساحة الدرج بنحطها لحالة 14 بنعمل هاد زياد هاد بديني مساحة مجموعة مساحة الدور الارض ايش مجموعة مساحة الدور الارض يعني مساحة الدور الارض زياد مساحة الدرج مجموعة مساحة الدور الاول مساحة الدور الاول زياد مساحة مين الدرج تمام هاني شوف اب عشان احنا بنحكي بس عن وجهتين ايش عن وجهتين هاي هاي يعني هاي بس مطلوب بس سنتين. بعض الاحيان هو الصح انه يعمل خمسة اذا بدي يبني خمسة. هو اذا عمل خمسة بدي يدفع للنقابة اكثر. بدي يدفع للمكتب اكثر. تمام؟ بس هونه بيمكن تنتين والان انا مش حابني يعني بدور خمس رسل ام ابني. ليش عمل خمس وجهات? طب مع انه احنا كمهندسين مدني بنصمم لخمس طوابق. ايش هالي بنصمم لخمس طوابق. يعني بنصمم الاساسات اللي هي القواعد والاعمدة لخمس طوابق تمام نصمم القواعد والاعمدة لخمس طوابق بس هنا يا شباب عشان هم يوفروا حالا في موضوع النقابة في موضوع المكتب ايش بلاقي بيعمل بس ايش واجهتين طب لو اجاي بدي يعمل بدي يبني الدور التالت بعديها بتقول لبلدية وقف انت مش مديني لوجهتين بس وروح يجيب لي مخطط جديد زود عليه كمان ايش واجهة او وجهتين اللي قد ما بدك تبني فبيعمل مخطط في النقابة المكتب المكاتب تعمل مخطط اسمه اضافة ادوار مشكلة المخطط على اضافة الادوار لازم يدفع عليه فلوس كمان مرة يد اللي دفعهم او اكثر يعني بيطلع هيك صاحب البيت اذا بديبني بالعجل بيطلع خسرا تمام فالاصل الصح صاحب البيت ريح راسه ويعمل من الاول ايش الخمس وجهت هذي عشان ما يقعدش كل ما بدي يجيبني تقول البلدية وقف جيبني مخطط ايش اضافة ايش اضافة ادوار طب ليش البلدية تضمن انه المبنى اصلا مصمم على خمس صابق لانه بيجيب شهد التحمل ايش شهد التحمل بروع على المهندس المكتب الهندس بيقول لي اعطيني شهد بتشهد انه هذا المبنى بيتحمل اه فوق الطبقين يعني بتحمل خمس صابق مثلا تحول ست طبق بياخد شهد التحمل وبيعقيل اوكي على انه يبني وبيدي المخطط كامل من لواء الجديد بعش اضافة الادوار عليه بشرط ان يدخل على النقابة كامل مرة لازم يدخل على النقابة ايش كمان مرة ويعملوا تصديق كمان مرة وياخد عليه فلوس كمان مرة احنا الشباب زي ما حكينا هذه مخطط المساحات هاي مسخط افق الى الدور الارضي الدور الارضي بيكون كوي من سلون هايز ما تشايف صالون ضياف وغرفة نوم غرفة نوم هنا حمام هنا كمان حمام داخلي هنا غرفة نوم هنا صالة معيشة هنا المطبخ كمام كويس هنا في حمام ضيافة. كويس? هاري شباب البلكونة محطوطة هنا. بس مش اه اه بنحوطها يا شباب لانه احنا لما نطلع من فوق بنشوفها. بس بنشوفوش في الدور الارض بنشوف الدور في مين? في الدور الاول. حتى لو حتيجي هنا حتلاقي ماس خطوفك الى الدور الاول حتى صارت ايش? هنخطين. انا كانت خط يعني مش موجود وهذا الاصل يكون خط متقطع شباب. هو قداش بس مشكلته في ايش? في في الاسكيل تاعه في مشكلة. لو رحت على الاسكيل هنا تاع الخط. احطيته مثلا. انتفاهل. يزبط. زيرو زيرو خمسة. يزبط. خمسة. 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 احنا شباب هالخط اللي نصل لكم متقطع. تمام? انا شباب هو فعليا مش موجود في الدور الارضي. موجود بس في مين? في الدور مين? في الدور الاول. ها بيعملوا متقطع احنا. تمام? هادي اللانتاب سكيلة او غيرتها. اه مش كل مش كل جهاز يجزي ثاني. يعني ممكن اللي ظلتها انا في الاول في جهاز ثاني تشتغل. تمام? في جهاز ثاني يشتغل. حسب الشاشة تاعت اللابتوب اعتقد. تمام? حسب الشاشة تاعت اللابتوب او تاعت اي كمبيوتر. بتختلف معهم تختلف الزوم تاعتها. تاعت تقديع. يعني هنا شفتنا انا خليت الاسكيل تاعته. تكتب بي ار تضغط بروبورت ازاعته على الخط هادي. هاي ايش نوع داش. تمام الخط? اعطيت الانتاب سكيل تاعته خمسة عشان يبين عندي. في ناس حضرتوا خمسة مش هيبين في مكان تاني. حطوا واحد ممكن يبين. حطوا نصف ممكن يبين. حطوا بون زيرو خمسة ممكن يبين. فهنا ممكن اعمال لو عددته مثلا تمانية برضو حيبين احسن. تمام? حسير التخطيط او ايش ماله? احسن. كويس? ممكن على على اللابتوب التاني تاعته الكبير كان يبينك. هالشاشة صغيرة فمش يبين فبدو ايش تكبير السكيل تاعته. وكذا يا شباب. هذي الامور انت بدك تتعود عليها شوية شوية. طيب. اخدته في الاتوكات كمام? تمام? طيب. ايه. انا каждfound hace much easier. زي ما حكينا يا شباب هذا مسكة افق الى الدور الارضي. هنا مسكت افق الى الدور مين? ال اول. لدور ايش? ال اول. سيكون فيه بس زيادة هنا بلكون. ما شبابه ان هذه الخريطة سهلة يا شباب كتير. انه بس بختلف الدور الارض عن الدور الاول مين؟ البلكون. ايش? البلكون. هنا هي مسكة افق الى السطح. دائما ان شباب في العقول Dasäftveda للمسا 업bu裡 المساقيos terfiquiinين. هذا مش شغل ه kaldفعات المهندس المعماري كامل تعتمد عليه في بعض الأحيان. طيب. طيب هنا الواجهات الواجهة الغربية كيف تشوف البيت من الواجهة الغربية. هنا الواجهة الشرقية. هنا الواجهة الجنوبية. تمام. وهنا الواجهة ايش? الشمالية. كيف تشوف البيت من بره. هنا قطاع لازم يكون عندنا في احد المخططات قطاع في مين? قطاع في الدرج. تمام? وهنا قطاع تاني عكس القطاع الاولاني. تقطع بجوة عشان نشوف ايش ارتفاع الشابيك ارتفاع الابواب وهكذا. هذا كله ايش يبين فيه في القطاعات. هنا شباب مخططات زيادة. تفاصيل معمارية مسمية الكشفات. اي شغلة تانية زيادة مخطط. ايش في المخططة. فالمهندس المعماري هاي شغله? احنا حنبدأ شغلنا بعد المهندس. طيب. خلينا نتكلم شباب. اه حاجة بسيطة هنا. اه موضوع بقى انت خوزيع الامره. طيب. انت كمهندس مدني. بعد ما اخدت المخطط من المهندس المعماري. تمام? بعد ما اخدت المخطط من المهندس المعماري. بدك تبدأ توزع. بدك تبدأ توزع الامره. تبدأ ايش عمدة. اذا كان المهندس thànhم المعمال المشي موزح الاعمدة كتوزحه انت. اذا هو موزحه ممكن ان تشيك عليهم. لازم ايش اتشيك على موضوع التوزيع الاعمده اه له? واذا مشاك الى مشاك plasma 가운데 كتقول له والله هذه الاعمدة موزحها فيها مشاكل تعال انحلها وانه ايه? انت هم المشاكد الموجوده فيها تتشاور هون موضوع ويحل التوزيع. طيب كيف بدك توزع الاعمدة? كيف بدك توزع الاعمده? كيف نعمل التوزيع الاعمده؟ خدمة المخطط فاضي ما فيش عليه اعمدة تمام ايش عليه اعمدة اول حاجة الشباب لازم نعرف انه العمود تقريبا بيحمل من عشرة لخمستاشر متر مربع من السجف يعني احنا العمود ما نحملوش اكثر من طاقته انا ما ترحش تحمل لي عمود تلاتين متر مربع في السجف تمام كويس يعني عشرة اطناعش تلاتطعش اربعطعش خمستعش لو زاد لعند سبعطعش سر متر طمانطاشر متر مربع من مساحة السجد فيش مشكلة ستلاقي العمود بيطلع معاك كبير شوي طيب لانو شاب ايش معنى اني انا اعمل تصميم او ايش معنى تصميم اللي انتو حتدرسوه هاجيت اعمل تصميم يعني اقول تصميم القواعد تمام تصميم الاعمدة تصميم الاحزمة الارضية ها هتركز معي شاب تصميم القواعد تصميم الاعمدة تصميم الاحزمة الارضية بده من تحت انا اا تصميم في الارج الارجاب تمام فيه شغل اسم الارجاب هي تبة على الاعمدة تمام كويس تصميم المادة الارضية خويس اا عندك تصميم السقف خويس هذي كلها شغلات تصميم الدرج هذه كل الشغلات حنحن نشتغلها في ايش في تصميم المدنيا تعانا طيب ايش هني اصمم اصمم ايش هنكرمه تصمم يعني مثلا انا نجي نحكي عن القواعد دامن شايف تصميم عبارة عن مقاطع وحديد يعني با yaş بحثك عن القواعد. ايش ده صمم قاعدة? يعني ده اجيب دول العرض القاعدة. دول القاعدة. وعرض القاعدة وارتفاع القاعدة. تمام? دول القاعدة وعرض القاعدة. هذا بدي اجيب بدي احسبه. تمام? طيب. وكذلك بدي اجيب كمية الحريد الموجودة في القاعدة. تمام? ونوع البطون اللي بدي استخدمه في القاعدة كلها في تصميم. تمام? طيب. في الاعمل ده نفس الكلام. بدي اجيب مقاطع العمود. عرض العمود. دول العمود. ارتفاع العمود. تمام? طوله وعرضه وارتفاعه. يعني العمود مربع او مستطيل وارتفاع. ثلاثة متر خمسة متر اربعة متر حسب الارتفاعتها. كمية الحديد الموجودة في العمود. تمام? طيب الاسقف. بدي اصمم الاسقف. تمام? الاسقف برضو السجف خلاص معرف على مساحة البيت. بدي اجيب ارتفاع السجف. وبدي اجيب كمية الحديد الموجودة في الاحزمة تحت السجف. سواء كانت هذه الاحزمة رئيسية او فرعية زي ما هنحكي. وبيدي اجيب كمية الحديد الموجودة في الأعصاب تمام حنت صمم حاجة اسمها الأعصاب أو الربس بحكوا عنها أو السيلع بالعبرة الربس بالانجليزي والسيلع بالعبرة تمام بدي أصمم كمان الشباب بالدرج الدرج بدي عرف مهندس المعمارية بدينا عارض درجات بدي عرف كل درجة ارتفاعها ارتفاع الدرجة والنائمة تعيدها القائمة والنائمة دولكم يعرفين في المعماري نجيب كمية الحديد الموجودة في الدرجة ونصمم كل شغلنا حيكون في المشروعها بس تكتبونا شغلة انه انا مش بديل عن شرح مادة التصميم النظرية اللي بشرحها الدكتور مصطفى انا مكمل الها تمام عشان تعرفوا شغلة انا مش هشرح اي اقزامبل اطلاقي انا مش هحل ولا اقزامبل تصميم كيف يعني يعني انا بوصلك لشغلة معينة يعني ايش بوصلك لشغلة معينة يعني انتبو عليه في تصميم مثلا الاحزام تصميم الاحزام في سقف مثلا تمام بييجي الدكتور مصطفى بيديكو تصميم الاحزبة المربعة او المستطيلة على شكل مستطيلة او مربع تمام بيديكو مثلا الاحمال جاهزة شفاف الكلام تذكروا خطو في تحليل انشاءات كيف تحليل انشاءات كان يجي يقول لك هاي بيم تذكروا تمام من هنا مثلا هينج صح يجي يقول لك من هاي الرولر البيم هينج رولر تمام كويس المهم بيجي بيحطك عليه هنا ايش احمال بيجي بيقول لك الاحمال عشرة كيلوميوت لكل لكل متر لكل متر قوري صح؟ طيب احنا خلينا نحكي بطل احنا عشان نشترك بطل نحن كله شغل نكو بطل مع دكتور مصفى في التصميم نقول عشرة طل لكل متر لكل متر طولي يعني كل واحد متر من هذا البيم بيحمل عشرة طولي وكنت تتذكروا نعمل ايش نعمل جسربيجو دلود تذكروا جسربيجو دلود ها احمال كده تمام تذكروا يا شباب بيم عليه احمال كدسربيجو دلود تمام ديش اقول ارسم الان الحين انا المحاضرات جاي انا اشرح لكم في الجنم الورقة ها كمان هوا مازل محاضرات زي هتلاقروا سيبجلو زي تذكروها وكله هين اسهم 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 كده مثلا اقل لك عشرة طول لكل متر قولي بطرح بتضرب خمسة مثلا طول بيم خمسة متر خمسة فعشة بخمسين بتحطهم في النصف تمام كويس بتبدأ ترسم ايش اجيب الرياكشن هنا والرياكشن هنا تتذكروا بتبدأ ترسم الشير 4 diagram الشير 4 diagram مثلث لفوق مثلث تاحد الفوق مثلث تاحد انا هاوصلك في التصميم لعند الاحمال ها系 ايش الاحمال اللي جاي هنا همام هذه الاحمال شاكنا اخذها تحليل ان شاءت شمالها جاهزة ومنها نقلع الرياكشن ونطلع قيمة العزوم ونطلع قيمة الشير انا بدي اوصلك لعند الاحمال الجاهزة ووديك على برنامج يحلك الشير والمومنت يرسم لك الشير حترسم بيدك لانhã. صعب صعب ترسم بيدك لانه هنا من حذ التعمل احنا حروع على برنامج تمام؟ هذا البرنامج حنقوم بنتدخيل عليه طول الاحزامات وعرض البيم وارتفاع البيم تمام؟ كويس؟ وسماكة البيم وكله حندخله على البرنامج ونقوله ارسل لنا الشير الموت بناخد الشير الموت جاهزين من خلال الشير الموت انت بتروح وترجع على محاضرات الدكتور مصطفى لدك يوم تبدأ تصمم في الحديد تبدأ تصمم ايش في الاحزام والحديد تمام؟ زي ما حنشوف يعني يا شباب انا حوصك لمرحلة معينة وباقي المراحل اللي هي محاضرات من الدكتور مصطفى بس كمان شغلة بك تفهمها انه انت مش هتستخدم بس برنامج الوتوكاد هتستخدم برنامج الوتوكاد هتستخدم برنامج الاكسل هتستخدم على الورد في المشروع تمام؟ وحتستخدم برنامج تحليل انشاء سواء كان برنامج تحليل انشاء انا هعلمكم برنامج بسيط اسمه البيم ديزاين او البيم دي تمام؟ احديكم نسخة منه ممكن اقدر ارفعلكم اياها على اليوبنار هذا النسخة اقدر ارفعها اليوم ارفعها تمام؟ برنامج اسمه برنامج البيم دي تمام؟ اه هنزلكم فيديو كيف طريقة تنصيب البرنامج كيف طريقة تحميل البرنامج على الجهاز كيف تشتغل عليه تمام؟ اه عشان تبدأ يصمم فانحنا يا شباب مهمتي انا في خلال هذا المشروع ان اوسط للاحمل موضوع الاحمل يعني انا كل شيئا في المشروع ان نهوستك لموضوع الاحمر بعد كده موضوع التصميم يايش عليك يعني مثلا اجي بدا صمم عمود كيب acab dat chwm عمود بدا شوف الاحمر اللي جاء على العمود كيف نجيب الاحمر اللي جاء العمود. انا مهمتي في هذا المشروع ان اواصلك ايش? انك كيف تجيب قيمة الاحمال اللي جاء عليش? على المشروع. تمام? قيمة الاحمال اللي جاء عليش? على العمود. تمام شباب? طيب. طيب. فانا مهمتي زي ما حكيت الشباب. اني اواصلك لقيمة الاحمال اللي جاء مثلا على العمود. على الاحزام. على الاحصاب. عشان تقدر ايش? على القواعد عشان تقدر ايش? عشان تقدر اتصمم. عشان تقدر اتصمم. طيب. اه ان شاء الله يا شباب. اه المحاضرة الجاية هنحكي كيف نعمل توزيع للأعمدة تمام ونبدأ بعد ما نوزي الأعمدة نحكي عن شوية شغلات فنيات بسيطة كيف الواحد يكون منتبه لموضوع توزيع العامدة مش عارفونه دكتور مصطفى وصل معكم ما بديش انا ادخل في شغلات تانية لو اشوف وينه دكتور مصطفى وصل معكم بس ممكن انا اشرح شغلات قبل الدكتور مصطفى تمام اشرح شغلات ايش نحكي عن موضوع توزيع الأعمدة تمام على المخطط ومتكلم في انه كيف نبدأ ان شاء الله رب العالمين نحسب حاجة اسمها سماكة ايش السجف يعطيكم العافية